اشتركوا في القناة والعلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أخيك وابن عمك أمير المؤمنين ومولى الموحدين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما ذاك المنال وأن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم صلاة الصبح لم تبرح أنينا تنادي تنادي وأمير المؤمنين يا رأته أمامها يقضي فأضحيت بنعي إمامها تبكي السنين يا فذي تكبيرة الإحرام ثكلا تعزي الحمد والذكرى المبينا وقد أحنى الركوع عليه ضغرا أيها عليها وقد أحنى الركوع عليه ضغرا كما ناح السجود له حزينا وما حال الملائك وهي تصغي وما حال الملائك وهي تصغي لصوت أمينها ينعل أمينها هوا فوق التراب أبو تراب وأشقى خلقها قتل بطينا بطينا معين المصطفى في كل كربين لرفع يديه قد طلب بطينا على الأكتاف يحمله بنوه أيها إماما على الأكتاف يحمله بنوه يا سعيد الله ألعاً يساعد الله البنينا فيا سرعن ما حملوه ميتاً وبتابو تسار راحلين وزينب عند باب الدار تدعو دعو الأيتام تشبع من أبينا دعو الأيتام تشبع من أبينا أيا تابوت إن جاءوا صباحا لرؤيتك وقد سهروا حنينا كنها الليالي أيتام علي شنه دعانا لأبينا قالت بأللهم اشف لنا أبانا إلى البار يمدون اليمينا أخبرهم بأن السم أودى أخبرهم بأن السم أودى بمن كفل البرايا أجمعينا وأشهدهم عمامته لتحكي بأن السييف قد فلق الجبينا مضى يصيبهم عطفا ورفقا فما يزداد بك إلا يقين ولي ولي يا علي يا جبريل نترجى نترجى هالصحة يا لترفعها ضجت ضجت الكوفة بمن فيها بل الأرض ومن عليها الكل يصرخ وعليه وإمامه يا جبريل نترجى يا هوا صحيحة يا لترفعها خفق بال صحيحة يا يا زينب لا يا تروعها ماهو كفايا على زينب صحيحة خلف الباب سمعت أمها تصرخ آه يا بو الحسنين ضلع نصاب وسمعت صيحة المحسن حين تعاف فارب للتراب وكسر الظلع يا جبري بعد يرين فيما سمعها درحم قالوا بزين أبعاد وخفضوا الصوت يا الصاي لتقولي على المصلي حماي الحماي حما طايح وراسا صاب والمحراب سابح بالدم سابح وزينب تير تجر جوعا وانت تريد تفجعها زينب زينب ترتق بصيحات في عاشور ما تدري جاية جاية المصائب جاية المصائب مصيبة الو الأخرى وأعظمها وأعظمها عاشورة أعظمها أعظمها جاية المصائب ما تدري من يوقع أبو فاضي أخوها الكاوكب الدري تسمع أبو كل يما يصيح الآن انكسر ضغري ومنه بعد كافلها لر الطيبة يرجحها وعباسها ولي وبتسمع صيحة ابن مهاء على حر الثري نادي رحموني أنا عطشان وحق جد النبي الهادي آه عمان الضمايا ولمثلث بهضني ومزق فادي وشبدي من خرز ضهري بطلوع السهم طلعها وشبدي من خرز ضهري بطلوع السهم طلعها وحيني عود الميمون خالي وما عليه خيال صهيلة بتسمع زينب يناديها بلسان الحال قومي وانظري بن اموة يتعفر غلى الارمال يا زينب وهذا اثار وهذا اثار دم جدايه ولي الله وهذا اثار دم جبدايه ولي السهم قطحا وحسينه هو امامه بعد وبتسمع زينب التكبير بمصرع خامس الاشباح لمن ينقطع راسه ايوا حسينه وينشاله بطرف الارماح وجيها السهم وجيها الشمار يصرخ ترا عزك يا زينب راح وايلي ومره بصوته يضربها ومره بايده يدفعها وايلي وحيني صيح لمنادي حرقه بالعجل الخيام بتسمع واش كثر صيحات من النسوان والأيتام وشدها صوت دوس الخيل من ترض للولي العظام حوافر تطحن الصدراء وضلع توزعها آه وغليا وإماما الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية آمنا بالله صدق الله العلي العظيم هذه هذه الآية الشريفة المباركة التي هي من الآيات التي يستدل من خلالها على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وقد تحدثت هذه الآية الشريفة وقالت في مقام حديثها عن أمير المؤمنين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ويبقى هنا السؤال كيف تستدلون على أن هذه الآية هي من الآيات التي يستدل من خلالها على إمامة أمير المؤمنين وأحقية أمير المؤمنين بالأمر دون غيره يعني هذه واحدة من الآيات التي يعبر عنها بآيات الولاية فنقول حتى نصل إلى المعرفة بهذا الأمر والجواب على هذا السؤال لابد وأن نعود إلى الآيات الشريفة التي سبقت هذه الآية لنلاحظ عن ماذا تحدثت الآيات التي سبقت هذه الآية الشريفة قالت إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أجارنا الله وإياكم من النار في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر برية فهنا أشارت هذه الآية الشريفة إلى أن الذين كفروا من أهل الكتاب الذين الذين يتحركون ضد الإسلام ويعملون على محاربة الإسلام فهي جاءت للحديث عن جماعة من الكفار الذين لا يكفيهم أنهم على غير الدين الذي أراده الله سبحانه وتعالى بل يعملون دائما على أن يسعون إلى محاربة الإسلام وكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله من عند الحق وهو الحق فعبرت عنهم وقالتهم شأهم شر البرية هؤلاء الذي شغلهم الشاغل محاربة الإسلام في المقابل هناك من عبرت عنهم بأنهم خير البرية وأشارت إلى أن هؤلاء الذين عرفوا بهكذا أمر تميزوا بميزات واتصفوا بصفات أولها قالت الذين آمنوا وثانياً وعملوا الصالحات والأمر الثالث هؤلاء عاشوا الخشية ليس من الناس تار واحد حينما يعمل تكون حالة الخشية التي تنتابه إنما من الناس دائماً يسعى إلى رضى الناس على رضى الله سبحانه وتعالى بينما حينما يتحدث القرآن الكريم عن المؤمنين يقول هؤلاء لا يسعون إلى تحقيق رضى الله وخشيتهم من الله سبحانه وتعالى ولهذا جاءت هذه الآيات الشريفة وبينت هذا الأمر فقالت عن هؤلاء أولئك هم خير البرية يعني أن هذه صفاتهم وهذه هي الأمور التي يعرف بها هؤلاء لأن هكذا عبرت الآيات الشريفة حينما قالت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشية ربه يعني الذي كانت خشيته من الله عمله لله بعبارة مختصرة أن هؤلاء إحساسهم بالمسؤولية تجاه أنفسهم وتجاه المحيطين بهم جعلهم يعيشون هكذا حالة بأنهم خشيتهم إنما هي من الله سبحانه وتعالى زين زين فلما نجي إلى هذه الآية ونقول بأن هذه الآية تحدثت عن خير البرية وقلنا بأن هذه الآية من الآيات التي يستدل بها على أحقية أمير المؤمنين بالأمر دون غيره قالوا من وين قلنا أولا نرجع إلى سبب نزول الآية الشريفة هذه الآية على أثر ماذا نزلت فما يذكره الخاص والعام عن رسول الله صلى الله عليه وآله كما هو عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية المباركة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام كانوا عند الكعبة الشريفة فقال النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام هو أنت وشيعتك تأتي أنت وشيعتك يوم القيام راضين مرضيين ويأتي عدوك غضبان مقحمين فأشارت هذه الآية إلى أن المعني هو أمير المؤمنين وشيعته أيضا في نص عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه قال لكنا جالسين عند النبي جوار الكعبة زادها الله شرفا ورفعا فأقدم علينا عليه السلام وحين رآه النبي صلى الله عليه وآله قال قد أتاكم أخي أشار إلى قد أتاكم أخي ثم التفت إلى الكعبة وقال ورب هذه البنية ثم أشار إلى أمير المؤمنين إن هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة جعلنا الله وإياكم منهم ثم التفت إلينا وقال أمو الله إنه شوف ما اكتفى إن نبي صلى الله عليه وآله قال هذا علي بن أبي طالب وشيعته هم الفائزون قال أمو الله إنه أولكم إيمانا بالله وأقومكم بأمر الله وأوفاكم بعهد الله وأقضاكم بحكم الله قل هذه الأمور اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله ما كانت لتأتي من فراغ كل هذه الأمور النبي صلى الله عليه وآله أراد من خلالها أن يشير إلى ما لعلي عليه السلام من خصوصية وما له من مقام ومنزل عند الله سبحانه وتعالى إنما استحقها أمير المؤمنين وكانت له دون غيره لما عرف عنه من البذل والعطاء الذي كان منه لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله قال أيضا وأقسمكم بالسوية وأعدلكم في الرعية وأعظمكم عند الله مزية قال جابر فأنزل الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية فكان علي عليه السلام إذا أقبل إذا شافوا الصحابة إذا أقبل قال أصحاب محمد قد أتاكم خير البرية لذكره الشرف والصلوات اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد وعجل فكانوا يخاطبونه ويقولون قد أتاكم خير البرية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فهذا الأمر يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله ما أشار إليه من فراه تحدث عنه وحديثه عن أمير المؤمنين فيه إشارة إلى خصوصية أمير المؤمنين عليه السلام زين إذا فهذا الأمر الأول سبب النزول يبين لنا أن هذا الذي فعلا ذكرته وأشارت إليه الآية هو الأحق بالأمر دون غيره لولا زين والأمر الآخر أنه حينما نأتي إلى ما في الآية الشريفة قالت بعضهم هالشكل أشكل قال لو سلمنا بأنه فعلا علي بن أبي طالب هو الأحق بالأمر لأن مادام النبي تحدث عنه وعلى قول من يقول بأن الإمام إنما كانت بالاختيار ولم تكن بالجعل مع أنه على كلا الأمرين هذه الآية تشير إلى أحقية أمير المؤمنين بالأمر ما نعتقده على أن الإمام إنما كانت بالجعل من قبل الله سبحانه وتعالى هذه واحدة من المؤيدات التي تبين لنا بأن الإمام أمير المؤمنين هو أحق بالأمر فلما نيجي واحد يسألني يقول ليش انتوا هكذا تعتقدون في علي بن أبي طالب وتصرون على إمامة أمير المؤمنين دون غيره نقول لما نزل فيه من آيات تبين مقام ومنزلة أمير المؤمنين ومنها هذه الآية الشريفة وعلى رأي من يقول بالاختيار نقول لهم أيضا من المفترض أن يكون الاختيار لمن يتميز بميزات أنت الآن لمن يجي واحد يريد أن يختار إلى شخص يدير إدارة عمل في عمله يجي مدير في شركة معينة يريد شخص يدير العمل في غيابه رايح يغيب أيام أوليس من المفترض أن يختار الشخص المناسب فيلاحظ منه هذا اللي عند القدرات اللي من خلالها يقدر أن يدير هذه الإدارة هل كل أحد له لا فيتم اختيار الشخص المهيئ والمؤهل لذلك فكيف إذا كان هذا الشخص سيعمل على إدارة أمة بأكملها يدير أمة بأكملها لابد أن يكون اختيار الشخص المناسب فمن يذهب إلى أن الأمر إنما كان بالجعل أيضا لا يتناسب هذا الأمر إلا مع من إلا مع أمير المؤمنين عليه السلام قال واحد زين إحنا لو سلمنا معكم على أن هذه الآية أشارت إلى علي بن أبي طالب يعني إنتوا تريدوا تقولوا بأن خير البرية هو علي بن أبي طالب إذن وين رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله أوليس هو خير البرية يعني انتوا تفضلوا رسول الله لأن بعضهم الشكل يتصور أنه حينما نقول بمقام أمير المؤمنين وبمنزلته وبأحقيته بالأمر يعني إحنا نفضل علي بن أبي طالب على رسول الله أن علي بن أبي طالب هو نفس رسول الله صلى الله عليهما وآلهما هو نفس رسول الله فيوم اللي إحنا نقول بأفضلية أمير المؤمنين بعد رسول الله وأحقيته بالأمر نقول هذا الذي قد يثيره البعض أو يطرحه البعض أن كيف يكون هو خير البرية بمحضر رسول الله نقول إحنا الآيات أجابت قالت بأن هؤلاء الذين يعرفون بأنهم خير البرية يتميزون بهذه الميزات ويعرفون بهذه الصفات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية فأول ما أشارت إليه قالت إن الذين آمنوا الإيمان ماذا يعني الإيمان يعني الاعتقاد والإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وآله هؤلاء إنما كان لهم ما كان لإيمانهم واعتقادهم بالله وبرسول الله صلى الله عليه وآله فعلي بن أبي طالب وإذا جئنا إليه في إيمانه واعتقاده وارتباطه بالله وبرسول الله صلى الله عليه وآله لا نجد هناك من هو كأمير المؤمنين في ارتباطه برسول الله ولهذا جاءت الآية الشريفة لتشير إلى هذا الأمر زين وإذا بالنتيجة التعيين إذا صار رايح يكون اختيار تعيين التعيين لا يكون لأي أحد إنما يكون لمن هم خير البرية زين قال واحد هذه تشير إلى كما تقولون بأن النبي صلى الله عليه وآله أشار وقال علي وشيعته هم خير البرية علي وشيعته هم الفائزون نحن نقول بأنه هؤلاء يعني بعبارة أخرى أن أشارت هذه الآية الشريفة إلى جماعة نقول بأنه الشخص الذي يكون في الهرم ويكون في القمة شخص من بين هؤلاء يتميز وتكون له القيادة لكل هؤلاء لو فتشنا وبحثنا أكو غير علي بن أبي طالب أكو غير علي بن أبي طالب ولهذا انت تقرأ في الزيارة التي يزار بها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يعني في مجموع الزيارات كان من بينها الزيارة التي يزار بها أمير المؤمنين والتي ذكرها الشيخ الكلين أعلى الله مقامه الشريف والشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف أنه حينما دفن أمير المؤمنين عليه السلام وإذا بالضجة والبكاء قد ارتفع ارتفع البكاء وصارت الضجة وإذا هناك من وقف على قبر أمير المؤمنين وصار يسلم على أمير المؤمنين ويقول في سلامه رحمك الله يا أبا الحسن شوف الأمور التي رايح يذكرها رحمك الله يا أبا الحسن كنت أول القوم إسلام زين زين بعد وأخلصهم إيمان وأشدهم يقين وأخوفهم لله وأعظمهم عناء وأحوطهم على رسول الله وأأمنهم على أصحابه وأفضلهم مناقب وأكرمهم سوابق زين وأرفعهم درجة كل هذه لمن؟ كل هذه اللي تقراها في الزيارات إنما جاءت هذه الزيارات لتبين مقام أمير المؤمنين وأرفعهم درجة وأقربهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وأشبههم به هديا وخلقا وسمتا وفعلا وأشرفهم منزله وأكرمهم عليه فجزاك الله عن الإسلام وعن رسوله وعن المسلمين أخيرا أنت هكذا يا أبا الحسن فجاء ليشير إلى ما عرف عن أمير المؤمنين عليه السلام وفعلا منذ أن كان إلى أن استشهد لم يكن ليمر عليه يوم إلا وهو في مقام الدفاع عن الإسلام إلا وهو إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وآله طالعت تاريخ الكمات من الزمان الأول وقرأت ساحات الحروب قراءة المتأمل فوجدت مكتوبا على الصفحات بالخط الجلي لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي لم يكن إلا أمير المؤمنين إلى جانب رسول الله لكن يا للأسف ما أنصف هذا العطاء يا للأسف ما أنصف ما قدمه أمير المؤمنين ها؟ وإذا حاربوه أضل أمير المؤمنين غريب بين أولئك إلى أن وصل به الحال أنه يقول متى ينبعث أشقاها فيخضب هذه من هذا ويشير إلى لحيته الشريفة متى انبعث أشقاها انبعث أشقاها في تلك الليلة ويا لها من ليلة ها؟ ليلة ما أصبحت إلا وقد غلب الغي على أمر الرشاد والصلاح والصلاح انخفضت أعلامه وغدت ترفع أعلام الفساد ما رعى الغادر ما رعى الغادر شهر الله فيه حجة الله على كل العباد وببيت الله قد جد له على أي حالة ساجدا ينشج من خوف المعادي ها؟ عادة أمير المؤمنين في كل يوم يكون إفطار عند واحد من أولاده الليلة وإذا إفطار أمير المؤمنين ليلة التاسع عشر كان عند ابنته أم كلثوم فلما أن جاء إليها وقدمت له الطعام وإذا بأمير المؤمنين أكل قليلا حمد الله كثيرا ثم قام وصف قدميه للصلاة ثم جلس وإذا به هومت عيناه جلس وهو يكثر من قول لا حول ولا قوة إليه إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون ثم التفتت إليه ابنته أبا ما لي أراك متغير الحال قال هي والله الليلة التي وعدني بها أخي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وأي ليلة هذه الليلة الليلة اللي وإذا بأمير المؤمنين بها حالة قال ليلة القشرة يا ليلة القشرة من اللي فتح دار بقى يدور ليلة القشرة يا ليلة القشرة يا ليلة القشرة يا ليلة من اللي فتح دار بقى يدور ويعاين نجوم السماء والدمع منثور ويقلب القرفة وبناتة نوح بالدور ما استوحش العالم على حادر الكرار وليم كلثوم طلعت تسحب ذيال لمصيب اتنادي يا ناصر الهادي ويا حبيب الليل يا ابو يا حالتك والله عجيبا ما غمضت عينك وشوفك عندك افكار يا ابو يا يا علي ويالي قال هيا بنت العمر قوض والأجل حايا ما حد يفر من المقدر وين ما اتشان ما اتشايا يحفظكم الله من التشتت يال عدنان صاحت يا ابو يا ذوبت قلبي بها الأخبار اتقل يا ابو يا ما نقدر على هضمه فجائع تروح وينه تروح وينه تترك الاسلام ضايع اقعد ببيتك والحسن يطلع الجامع ما كفي البلا يمزي الحيرة كل محتاب خوف يا ابو الحسنين يتنكس لوانا وخوف يتهدم سورنا ويهتك حمانا خوف يغيلونا يا عايك وتتشميت عدانا يا لا قالها الله من جمالك تختلي الدار يا غلي يا غلي وين يردها وطلع والدميع يجري فوق خده يقلها حبيبي المصطفى صادق بوعده وينحل يا وين مأزره ووقافه يشده ونادت على اخوتها ودمعين ودمع العين نثار شلون صحالت هذيك الساعة اقبلت على اخوتها صاحت حسن يحسن يا ابن الحنفية عباس يا جعفر دقوموا بالسوية ولي دركوا ابوكم والذي عشتوا بفيه ليروح غيلة يا حسن يا نسل لطهام قام الحسن من مضجعه والدميع مسفوح قل لا يا ابو يا الليلة المسجد انا اروح قل لا يا ابو يا هل امر مكتوب باللوح درجع يا نور العين يا مهجة المختار رد الحسن يا هايان يصفج راح نبراح ويصيح يا وسفه على عزين قضوا راح ويلي صيوان عالي للهواء عاشم قوضوا طاح والكاف يلا من الدهار يا خلق لوجا عظم الله وجوركم أراد أن يفتح الباب فانحل مئزروه فوقف يشده وهو يقول اشدد حيا زيمك للموت فإن الموت لقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك كما أضحكك الدار كذاك الدغر يبكيك خرج من الدار وإذا في الدار قد أهدي للحسن والحسن تصايحنا في وجهه قال صوايح تتبعها نوايح خرج إلى المسجد صار يوقظ النائمين مر على ابن ملجام وهو نائم على وجهه قال لا تنم هذه النوم فإنها نومة يمقتها الله ولو شئت لأخبرتك بما تحت ثيابك ثم أقبل إلى المأذنه وإذا به رفع صوته بالأذان فما بقي الدار إلا ودخل غاصات أمير المؤمنين أحسب الكل يودعهم الكل يصرخ وإماما وعليا وسيدا لغاب صوتك يا حماء خدري يكرر وفالك عسفا للسلام يا حم الجار آه أذنت يا أبو يا عسى دايم أذانك ويا محلى التكبير يا أبا في لسانك والله يعودك يا علي ويزهر مكانك ومنك يا أبو الحسن لا غابتها الأنواة آه ولا حان يومك يا علي ولا غاب هالصوت ولا غاب يا أبو يا جمالك عنها البيوت لا ولا قال هالله عن بناه آتك يا علي تموت والله يدومك لليتام صغار وكبار والمرتضى يأذين وهي تسمع ذانا وتصيح يا ربي عسى سالم حمانا ولمقدر على أفراق الوليه والعيد جانا والله أعلمه يا خايف الليلة يا جبا الله الله وعليه قولا في السماء الهاتف يناد يا حزينة لا ترقبينه والديك لا ترقبينه ولازم تشوف بسيف راسا مطبرينا ودم على شبات سايل سلم طاب أيها إمامه نزل من على المأذنه صار يوقظ النائمين أقبل إلى محراب صلاته يقول بعض من حضار فما رأيت الله بريق السيوف وقائل يقول الحكم لله لا لك ولا لأصحابك يا علي يا الله شد عليه شبيب ضربه فأخطاه فشد عليه ابن ملجم فاتحا باعه رفع الصوت رفع السيف الأعلى وضرب إمامنا على راسه أيها إمامه فسقط في محراب صلاته منادي أنفزت ورب الكعبة قتلني ابن اليهودية قتلني عبد الرحمن ابن ملجم أصطبقت أبواب الجامع هبت الرياح من كل جانب وإذا بالهاتف ينادي بين السماء والآر تهدمت والله أركان الهدى وانطمست أعلام التقاه وانفصمت العروة الوثقاه قتل الإمام المرتضاه قتل ابن عم المصطفى قتل أخوه أشقى الأشقياي وعلياه وإذا بزينب تسمع الصوت وهي تصيح صيحة ولادري بيأصاب والناس تتركض بالدروب يقولون أبو الحسنين مصيوب صيحة ولادري واش خبرها الله يكافي الناس شرها أيها إماما أيها سيداه ومصيبته سقط لوجه الأرض ووضعا يده على راسه مناديا فست ورب الكعباه أقبل عليه أولاده أقبل عليه أولاده وصاح وصاح يدركون يا أماجيد والحسن جايا يرعد رعيد وحسن وأخوان الصناديد إهنا أدعو دمع العين تبديد منه الذي صابك يا صنديد منه الذي صابك يا صنديد يا來 أن�� قال أحملوني إلى حيث مصلاي في المنزل حملوه على الأعنايا أقوى الدماء تسيل على وجهي والإحية وأما زينيب حينما نظرت إلى أبيها نعادة دمعتها همولى يا حسن يا شيخ الحمول والله الحمول منه معكم تحملوا لتحملوا والناس كلها ينحبوا نعادة عليها يا جليلة هذا الوص زوج البتول صالت عليه اقتام صول أصابوه أصابوه فرض صلام أصابوه وسط الفرض غيل يا غلي يا غلي يا غلي يا غلي والعيات صحت يا المجبلين والله يا المجبلين ينهل شايلين وياكم منين أسمى حط الوصيح صابين صابين أخاف جت العود يا طيبين صاح الحسن يا عزينا بزيد لونين أبو جنطبر والرأس نصال لقد راقوا ليلة القدر دماء دماؤها انصبابنا لانصبابه يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وانظرنا بعين عناية اتفضل علينا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم بحق أمير المؤمنين اخضي حوائجنا يسر أمورنا فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك اجعلنا في هذا الشهر الشريف وفي هذه الليلة العظيمة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين المسبب لهذا المجلس الشريف تقبل اللهم أعمالهم ووسع اللهم في أرزاقهم وإلى موتاهم وأموات المستمعين والحاضرين وأموات المؤمنين والمؤمنات سيما إلى أرواح العلماء والشهداء وخدمة المولى أبي عبد الله الحسين وإلى من ليس له ذاكر يذكره من المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة